اشتركوا في القناة كشفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس أسباب ضرد رئيس حكومة التحالف أحمد عوض بن مبارك من مدينة عدن المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي ونقلت وكالة أسوشيتد عن مقربين من دون مبارك قوله إن الشركات التابعة لقادة المجلس الانتقالي قضبت من قراره فتح ملط الكهرباء خصوصا مع إعلان بن مبارك فتح مناقصات عامة لشراء الوجود وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن تلك الشركات تخشى خسارة الفوائد الكبيرة التي حصلت عليها خلال فترة بيعها للوجود مؤكدة احتدام الخلافات بين بن مبارك والانتقالي ومستشدة برفض تفريغ حمولة سفينة مرادفدة في ميناء عدن قبل استلام المبلغ مقدما في إشارة إلى محاصرة شركات الانتقالي التي كانت تتعهد بشراء الوجود لبن مبارك في محاولة للضغط عليه إرساء مناقصات الوجود عليها ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل والتي يرجح تسريبها من قبل بن مبارك ذاته عشية تساعد الخلافات بين الطرفين مع كشف بن مبارك كواليس فساد شراء الطاقة في عدن رسميا وشنه هجوما على الانتقالي عقب تظاهرات لأنصار المجلس تضالب بالكهرباء التي انهارت فجأة وبوقت سابق من اليوم شن رئيس حكومة عدن أحمد عوض بن مبارك هجوما غير مسبوق من مقر إقامته الجديد بالسعودية على المجلس الانتقالي سلطة الأمر الواقع في جنوبي اليمن يأتي ذلك بعد يومين على فراره من المدينة على واقع خلافات مع المجلس مع انهيار الخدمات واتهم بن مبارك سلطة الانتقالي باستخدام الكهرباء كغضاء لنهب الأموال مشيرا خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن الانتقالي الذي يتولى حقيبة الكهرباء نهب نحو مليار دولار العام الماضي تحت مسمى شراء وقود للكهرباء وأوضح بن مبارك بأن سلطة الانتقالي كانت تبرم صفقات لشراء الوقود بنحو 750 دولار للطن الواحد بينما في الحقيقة لا يتجاوز سعر الطن الثلاثمائة دولار وتصديد بن مبارك الضوء على ملف الكهرباء بعدا يأتي عقب تصعيد الانتقالي بتظاهرات ضد حكومته في المدينة التي تعاني انهيارا غير مسبوك وصل حد انقطاع التيار لنحو 14 ساعة متواصلة في اليوم وتكشف تصريحات بن مبارك حجم الفساد الذي تمارسه صده الانتقالي التي تتولى ملف الكهرباء وتضغط على بن مبارك لتمويله من موازنة حكومته وتأتي التصريحات بعد سلسلة تسريبات بن مبارك لملفات فساد قادة الانتقالي أبرزها تلك التي تكشف نهب محافظ الانتقالي في عدن نحو مليار ريال بغضون سبعة أيام من موارد المحافظة دون بند ومثلها استيلاء نائب رئيس الانتقالي أبو زرعه المحرمي على نحو 25 مليون دولار من حساب مؤسسة موانئ خليج عدن في البنك المركزي أشكركم على حسين تابعاتي والأصغاء ولن تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة